ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى إن في إهلاكنا الكافرين ونصرة الأنبياء وإنجائنا المؤمنين لا آية أي عظة أي عظة واعتبارا على صدق موعودنا في الدار الآخرة إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد طيب هنا إشكال إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا هذا ظاهر في الحياة الدنيا لكن في قوله ويوم يقوم الأشهاد أين النصرة يوم القيامة النصرة نصرتان نصرة بالسيف والسنام ونصرة بالحجة والبيان فالنصرة في يوم الآخرة في الآخرة وفي يوم القيامة بالحجة والبيان فيظهر الله جل وعلا حجة النبي وينصره في ذلك الموقف وقال تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقوله إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس أي أولهم وآخرهم فلا يبقى منهم أحد كقوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا قال الله ذلك اليوم هو يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس يجمع الله الأولين والآخرين يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب وهكذا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أي يجمعون الوحوش والطير والدواب والإنسان والجان كلهم يجمعون في ذلك اليوم قال رحمه الله وقوله إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس أي أولهم وآخرهم فلا يبقى منهم أحد كقوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الآن الناس من مات دفن الأرض ظهرها للأحياء وباطنها للأموات ألم نجهل الأرض كفاة أحياء وأمواتا الأرواق ماذا الأرحام التي تدفع والأرض التي تبلع لا يظل على الله جل وعلا منهم شيء إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها الذين في بطنها وفي قول الله تبارك وتعالى يعني مثل الله جل وعلا وذكر ذلك الموقف العظيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الفراش معروف وهكذا الله جل وعلا قال يوم يخرجون من الأجداث سراء يخرجون من الأجداث أي من القبور وبين الله أنهم كالجراد كجراد منتشر يركب بعضه بعضا ويقع بعضه على بعض ولابد من الاجتماع الملائكة تحضر كما جاء في بعض الآثار صفوف سبع الصفوف قال الله والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في السماء وفي الأرض قال رحمه الله وذلك يوم مشهود أي يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم ويجتمع فيه الرسل جميعهم وتحشر فيه الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حصنة يضاعفها قال الله وإذا الوحوش غشرت أي جمعت وفي قول الله تبارك وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لماذا يقول هذا القول لأن هذه الوحوش والحيوانات والطيور إذا قضى الله بينها واقتص لهذا من هذا للظالم من المظلوم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا عند ذلك يقول يا ليتني كنت ترابا ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في إقامة القصاص حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة الجلحة التي ليس لها قرن والقرنة التي لها قرن فالقرنة تنطح الجلحة القصاص يكون يوم القيامة ثم يقول لها كوني ترابا أما الجن والإنس إما عذاب دائم وإما نعيم دائم وقوله وما نؤخره إلا لأجل معدود أي ما نؤخر إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره في وجود أناس معدودين من ذرية آدم وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم أقام الله الساعة كفار قريش كانوا يسألون يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يريدون أن تقوم القيامة لا لماذا هناك أناس لم يأتوا بعد فإذا اكتمل العدد الذي عده الله والذي أراد الله جل وعلا أن يخلق وانتهى آخر واحد من ذرية آدم عند ذلك تقوم القيامة بعد الأمارات والأشراط الكبرى والصغرى ولهذا قال وما نؤخره إلا لأجل معدود أي لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منها يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم قال أي يوم يأتي هذا اليوم وهو يوم القيامة لا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذن الله كقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا إذن في يوم القيامة وفي الجم ليس من شاء تكلم كما هو الحاصل في هذه الدنيا في اجتماع الناس وفي مناسباتهم يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا من أذن له الله جل وعلا وأيضا يقول صوابا أي يقول حقا قولا سديدا لا يتكلم بما شاء أن يتكلم به وهنا في هذه الآية لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وفي قوله وخشعت الأصوات يعني انظر إلى قولي خشعت خضعت ذلت ما أحد يتكلم فلا تسمع إلا همسا الهمس والكلام الذي فيه خفية وفيه حذر قال رحمه الله وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة الطويل ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعو الرسل يومئذ اللهم سلم سلم الآن الصراط إذا مد على متن جهنم ومشى الناس وقامت الأمانة والرحم الأنبياء كل يقول اللهم سلم سلم أي سلمنا من هذا اليوم يوم عظيم الولدان يشيبون يوم يجعل الولدان شيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارة وما هم بسقارة ولكن عذاب الله إن شديد وقوله فمنهم شقي وسعيد أي فمن أهل الجم شقي ومنهم سعيد كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير إذا جمع الناس في ذلك اليوم يأمر الله جل وعلا المجرمين أن يمتازوا أن ينحازوا إلى جهة قال الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون كنوا على حدة وهكذا الأزواج مع الأزواج يعني ليس معنا الرجل مع امرأة لا لكن الصالح مع الصالح النبي مع النبي المؤمن مع المؤمن الكافر مع الكافر المجرم مع المجرم وهكذا يعني أحشر الذين ظلموا وأزواجهم ما معنى الأزواج الأصناف هناك أناس صالحون وزوجاتهم كافرات والعكس بالعكس كفرعون امرأته مؤمنة نوح ولوت زوجاتهما كافرتان قال رحمه الله وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا موسى بن حيان قال حدثنا عبد الملك ابن عمر قال حدثنا سليمان ابن سفيان قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن عمر قال لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله على ما نعمل يعني لماذا نعمل الشقي شقي والسعيد سعيد لماذا نعمل قال على شيء قد فرغ من أم على شيء لم يفرغ من قال على شيء قد فرغ من يا عمر وجرت به الأقلام ولكن كل ميسر لما خلق له ثم بيّن تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال هذه الآية فمنهم شقي وسعيد الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه والأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم والإنسان لا يتكل على الكتاب الأول لا يتكل عليه فالله جل وعلا أمرنا بالعمل فقال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى قال أنا الإنسان يقول أنا شقي يقول ما يدريك هل اطلعت على اللوح المحفوظ لا هذا ليس إليك أنت مطلوب منك العمل أما مسألة شقي وسعيد فهذا من علم الغيب بعض الناس صلي أو اعمل كذا يقول لا أنا كتب الله علي الشقاء هو كاذب كيف عرفت الواجب عليك أن تعمل وأن تقوم بما أوجب الله عليك إلهنا بارك الله فيك